اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج اكسيز نواصل معكم المحاضرات الخاصة بتصميم برنامج المحل التجاري وطبعا وصلنا الى الخطوة الثالثة اللي هي اختيار الاصناف بشكل تلقائي وطبعا هذه الخطوة راح نقسمها لعدة مراحل واللي راح تكون خمس مراحل المرحلة الاولى انشاء نموذج لاختيار الاصناف انشاء نموذج للبحث في الاصناف راح ندمج النموذجين نموذج اختيار الاصناف مع نموذج بحث الاصناف راح نعمل فلترة الاصناف عند البحث بشكل تلقائي وبشكل متجاوب أيضا الخطوة الأخيرة راح تكون إدراج اسم الصنف مع السعر مع الكمية بشكل تلقائي عند النقر على الصنف وطبعا هذه الخطوة راح تكون بمجموعة من الإجراءات أول هذه الإجراءات هو حجز قيمة الصنف حجز قيمة السعر وكتابة قيمة اسم السعر في الفاتورة كتابة قيمة السعر في الفاتورة طبعا كتابة قيمة اسم الصنف في الفاتورة عفوا هنا خطأ لغوي كتابة قيمة السعر في الفاتورة وكتابة الكمية واحد في الفاتورة راح نطبق هذه الخطوات بشكل عملي اذا اجينا فتحنا الفورم اللي هو اسمه رأس الفاتورة الخطوة هي عندما اضغط هنا في هذه المنطقة دبل كليك راح تنفتح لي قائمة بالاصناف هذه القائمة عندما انقر دبل كليك على اي صنف مباشرة راح يتم اضافة الصنف مع السعر مع الكمية راح يكون واحد بشكل افتراضي وطبعا اقدر اغير الكمية في حال لو كانت اكثر من واحد جيد هذه العملية اتطلب من عدي عدة خطوات راح نبدأ عمليا بالخطوة الاولى اللي هي انشاء فورم بالاصناف جيد راح نفتح جدول اللي هو جدول الاصناف وراح نعدل عليها تعديل بسيط جدا طبعا راح نضغط على الجدول اللي كليك ايمن وعرض التصميم وراح نضيف بالاخير راح نضيف كود الصنف وطبعا راح يكون رقم هذا الكود راح يكون رقم طبعا راح نحفظ واغلاغ ايضا رأس الفاتورة راح نغلقه ورح نرجع نفتح الاصناف بشكل جديد وطبعا نجي الى انشاء وطبعا نجي الى نماذج اضافية هذه الطريقة ورح نختار عناصر متعددة جيد راح نحذف الكمية بهذه الطريقة وطبعا المعرف ايضا راح نحذفه ممتاز طبعا ممكن نحذف العنوان ويبقى بهذه الطريقة ممتاز طبعا ممكن بطريقة التصميم ممكن نحدد هذه الخانة وطبعا نظهر الخصائص خصائص النموذج وطبعا الارتفاع طبعا ممكن يكون صفر بوينت ثمانية انتر وطبعا راح نرفع هذا الجزء الى الاعلى الان راح نحفظ هذا النموذج راح نسميه اختيار الاصناف واحد موافق وطبعا راح نعرض النموذج هذا النموذج بشكل ممتاز وجميل راح نخرج من هذا النموذج وطبعا بها الاصناف راح نجي هنا نضيف الاكواد يعني مثلا الطباخ راح يكون واحد الكود طبعا هذا الكود راح نحتاجه لاحقا بمعرفة المخزون اثنين يعني مجرد نجي ترقيم تلقائي رقم اربعة وهكذا كل ما نضيف صنف جديد ننطيق كود وطبعا راح نحفظ الاصناف واغلاق الخطوة التالية راح ننشئ جدول للبحث بالاصناف طبعا من انشاء راح نختار نماذج اضافية وراح نختار مربع حوار مشروط راح نحذف هذا الجزء اللي هو الموافق وطبعا راح نضيف شريط البحث من خلال انه نضيف مربع نص بهذه طبعا ممكن دبل كليك ورح نضيفه بهذه المنطقة راح نحذف الجزء الخاص بالعنوان طبعا هذا المرضع راح يكون بالاعلى بهذا الشكل وطبعا راح ننسقه بشكل بسيط يعني مثلا راح يكون اربعة عشر ممكن يكون اللون احمر بولد وتوسيط طبعا هذا الجزء الخاص بالبحث هذا اللي راح نبحث من خلاله راح نسمي من الكل نص هنا راح نسمي بحث يعني راح نحتاج هذا الاسم بعدين بالاستعلام جيد هذا النموذج راح نحفظه وراح نسمي اختيار الاصناف اثنين جيد الآن راح ندمج النموذجين نموذج اختيار الاصناف مع نموذج البحث طبعا نجي الى هذا النموذج اللي هو نموذج اختيار الاصناف واحد راح نسحبه ونخليه بهذه المنطقة ممتاز طبعا هذا الجزء راح نخليه الى اليسار وراح نحذف الاسم وطبعا لا بأس انه يعني نكبر بهذه الطريقة طبعا هذا الفورم راح نخليه بهذه المنطقة طبعا هذا الفورم راح نخليه بهذا الحجم وطبعا راح يصعد الى الاعلى طبعا راح نحفظ هذا الفورم وراح نعرضه بهذه الطريقة اذا لاحظ هنانا عدنا بحث مكان للبحث وهنانا عدنا مجموعة من الاصناف جاي هذه هي الخطوة الاولى الان راح نفتح الفورم هذا الفورم وطبعا راح نفتحه بطريقة التصميم وضروري جدا نحدد هذا الفورم يعني نضغط هنا بحيث الى ان يصير عندنا نقطة هنا ضروري هذا الفورم وليس هذا الفورم لان تسبب انه مشكلة هذا الفورم ضروري نحدده تظهر لنا نقطة هنا وطبعا نجي الى بيانات لاصناف نضغط هنا كليك على هذني ثلاث نقاط هل تريد انشاء استعلام نعم راح تطلع عنا هذه النتيجة طبعا اضغط دبل كليك على هذه النجمة واضغط دبل كليك على اسم الصنف راح ألغي الصح من اسم الصنف طبعا هذه الخطوة اللي راح اسويها هي للبحث حتى بإمكانكم تحفظوها وان شاء الله نشرحها لاحقا بتفصيلات مهمة وهي طبعا مشابهة كل عاملات البحث تتم بهالطريقة جيد جيد الان راح نضيف كود البحث طبعا نجي هنا اسم الصنف بعد ما شننا علامة الصح نجي للمعايير نضغط هنا نكليك ايمن ومن ثم انشاء جيد الان راح نجي نكتب لايك L-I-K-E طبعا لا بأس انه نكتب L capital لايك ممتاز بعد اللايك مساحة شفت وطاء شفت وطاء طبعا بداخل الكوتايشن مارك راح نضيف نجمة بهذه الطريقة مساحة علامة الان اللي هي شفت رقم سبعة مساحة الان راح نضيف الزر الخاص بالبحث اللي نشأناه سابقا طبعا نجي الى هذا البرنامج نجي الى الفورم ونجي الى كافة البرنامج المحدثة وطبعا نجي الى اختيار الاصناف اثنين ضروري نختار هنا اثنين وليس واحد اختار اثنين ونجي نضغط دبل كليك على بحث جيد الان راح نرجع باقس بيس حتى يكون ملامسة نضغط دوت ونكتب طبعا حرف ومن ثم دبل كليك على التكست بهذه هي الطريقة مساحة وطبعا اند اللي هو شفت سبعة وطبعا شفت وطا نجمة شفت وطا طبعا هذا الكود بامكانكم تحفظوه وتستخدموه بشكل مباشر الان راح اضغط على موافق وطبعا راح اضغط على حفظ من الاعلى وطبعا راح اغلق بهذه الطريقة الان اجريت كود الحفظ فقط احتاج كويري حتى حدثلي يعني عندما اكتباني مثلا شاشة طبعا راح ايجي يبحث لي شكو الجملة بها كلمة شاشة ويطلع ليها هاي العملية تحتاج انه اضيف كويري اسمه ري كويري طبعا اجي اضغط هناك على هذا البحث ضروري اضغط هناك البحث وطبعا من حدث هناك راح اختار عنده التغيير عنده التغيير طبعا هذا الجزء عنده التغيير راح اضغط هناك ومنشئ المايكرو موافق ومن هناك راح اختار ري كويري طبعا ننتبه انه ري كويري ممتاز وهناك ضروري اضيف العنصر راح اكتب هناك اختيار طبعا فقط اغير عربي اكتب اختيار الاصناف واحد دبل كليك ضروري اختيار الاصناف واحد كليك حفظ وطبعا اغلاق لان راح احفظ هذا النموذج وراح اغلق اغلاق راح افتح واجرب هناك اختيار عندما اجي اكتب مثلا طاء شوف فقط اكتب طاء راح يطلع لي طباخ اكتب مثلا ثاء راح يطلع لي ثلاجة اكتب مثلا شين راح يطلع لي شاشة وطبعا راح يفلتر لي يعني لو عدي خمسمائة صنف او الف صنف مثلا شركة شبيرة اخو ما اجي انا ابحث بيهم كلهم لا فقط ابحث الجزء اللي اريده وهنانا عملية الفلترة فقط قلنا شاشة عملية الفلترة هنا راح نجري خطوة عندما اضغط دبل كليك على هذا الجزء مباشرة راح يضاف بشكل اوتوماتيك بالفاتورة جيد طبعا هذه هي خطوة مهمة وضرورية طبعا راح نتوقف بهذا القدر حتى يكون حجم المحاضرة كبير ورح نكمل الخطوة التالية بالمحاضرة القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه طبعا